اخبار وسور فيديوهات كتيرة يتدولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا واحنا في برنامج اخر النهار نرصد لكم ابرز ما جاء فيها والتي كان من بينها في وقعة طريفة اثارت فتاة مواقع السوشيال ميديا بحالة من الكوميديا والغضب في ان واحد بعد نشر قصة انفصالها عن خطيبها الذي تركها باحدى قاعات الافراحة ورحل بعد اغذيه التورطة واثارت قصة هروب الشاب الذي يدعى مصطفى تورطة الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقفه الغريب يوم حفل خطوبتها تداهل رواد التواصل الاجتماعي اللقطة سقوط امرأة اثناء محاولتها الوصول للنافذة العلوية لبيتها ربما للقيام بتنظيفها لكن الاسوأ كان رد فعل صديقتها التي تخلت عنها وبعدت كي لا تصاب باذا بدلا من محاولة التقاطها وانتقدها المعلقون بصورة لم تخلوا من السخرية في الساعات الاخيرة الماضية كان حديث وسائل التواصل خصوصا تويتر عن مسن مصري انتشر له مقطع فيديو قيل انه اعلن توبته عن الصرقة عرف هذا رجل باسم ألس التائب الذي اكد انه كان يعيش حياة رجل اعمال قبل ان يسلم نفسه للحكومة المصرية ويعلن توبته اللافت ان هذا التائب ظهر في الفيديو ومعه جرائد كثيرة قال انها كتبت عن قصته وطلب من مجموعة شباب ان تنشر تفاصيل ما حدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هدفه من ذلك انتاج فيلم يروي حكايته بعد ان تبرع بثرواته التي سرقها لبلده وهذا وفقا لتعبيرها ممكن طلب لو رجعت تاني تسرق ابوس ايدك خدني معايا نشرت الفنانة نرمين الفئي صورة جديدة لها من خلال حسابها على انستجرام ظهرت فيها وهي داخل احدى صالات الالعب الرياضية وقامت الفئي بالتعليق على صورة قائلة باكتوجام فاينالي واحدت الصورة على اعجاب كبير من قبل متابعيها قام النجم التونسي ظافر عبدين بنشر فيديو جديد له عبر انستجرام وظهرت النجم نيلي كريم برفقته اثناء تواجدهما باحدى المطاعم العامة حيث ظهر ظافر العبدين في بداية مقطع الفيديو يقول لنيلي انهما يحاولان التقاط صورة سيلفي سويا ولكنهما يفشلان ويحاول في الصورة ضبط الزاوية التي يتم التقاط الصورة من خلالها وتقول له نيلي كريم انا عايزة اكون احلى منك الحقيقة تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من سكان ولاية لويزيانا الأمريكية توفي عندما اقدم على طلب يدي حبيبته للزواج منه من تحت الماء حيث غطس في خزان مياه زجاجية وعرض على الفتاة طلبه مكتوبا على ورقة ومن ثم عرض عليها خاتم الخطبة مع السؤال المكتوب هل تتزوجينني؟ واختنق الشاب تحت الماء ولم يستطع الخروج من الخزان ولا يزال الغموض يحيط بسبب وفاته فيما أفادت معطيات أولية بأن قلبه توقف وهو تحتأ احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز البالغة من العمر 49 عاما بخطوبتها على لعب البسبول السابق أليكس رودريغيز ونشرت النجمة ثورا من الخطوبة على صفحتها على انستجرام وكتبت على الثور حفل الخطوبة اليوم الأكثر جمالا وأناقى إسراء سعد آخر النهار أهلا بحضر لكم بعد الفاصل تقرير السوشال ميديا دايما بيدينا الجولة اليومية في عالم مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا بقى بنحاول نعمل الصح إن احنا بنختار من النافذة أو الواقع الافتراضي بتاع السوشال ميديا أحلى ما فيه وأجمل ما فيه الحاجة اللي فيها ابتسامة الحاجة اللي فيها حب الحاجة اللي فيها بسمة الحاجة اللي فيها علاقات إنسانية كويسة مش الحاجات اللي فيها حاجات شمال بعيدة عنك طيب خلونا نروح بسرعة لبعض الأخبار المتفرقة كلا علشان عندنا وق بتقول إيه فيه شائعة انتشرت خلال الفترة اللي فاتت عن الدرايب ومش عايف حاجة بكلام ده منين فيه شائعة انتشرت عن مضال يومين اللي فاتوا بتارت تنتشر بسرعة على مواقع التواصل بتارت للأسف ناس تصدقها وتنشرها أو تتكلم عنها باعتبار واقع خلاص تم الإعلان عنه والنهاردة وزارة المالية قالت انتجبتوا كلام ده منين لا صح حتى إطلاقا الإشاعة كان بتقول إنه هيبقى فيه 30% زيادة على أسعار السلع عشان فيه ضريبة اسمها رسم تنمية قدرها 30% حينزل على السيارات وزارة المالية اللي هي مسؤولة عن الجمارك قالت مفيش حاجة كده لا جمارك ولا رسم تنمية ولا ضريبة ولا أي مسمى ومفيش أي نية عندنا لزيادة خدوا بالكو النوع ده من الشائعات هو النوع الخبيث ليه النوع الخبيث الشائعة لما تكون متعلقة بالسياسة وبالشأن العام ومش عارف ايه تبقى واضحة وانها تبقى عايزة تهدف إلى البلبلة وإثارة المواطنين وعمل غضب وفتنة وبتاع لكن الشائعات دي تباني انها عادية وليها علاقة بالحال يومية والأحوال العادية بتاعت المواطن وحد يقمرميها كده ومغمض عينيه وماشي فيسيبها تمشي وتنتشر وتعمل فالناس تقولك الله هو احنا ما صدقنا الدولار بينزل وما صدقنا من اول السنة بقى فيه موضوع بتعزيل وجمارك على السعارات الاوروبية والاسعار العربيات اللي ما كانتش بتعلى على الاقل سبتة بقى لها فترة والموكلين موكلين والوكلة بتاع العربيات عمين يعملوا عروض اسعار وينزلوا فلوس في اسعار العربيات احنا هنيجي للدولة التانية يقرب بتعقل الحكومة هم الهدف كده بقى انت تسخن على الحكومة والدولة بدون سبب فعش كده بقولكو دي من نوعية من الشائعات الخبيثة وانا اتمنى ودي قلتها عشرات المرات وبكررها كل مرة كل واحد منا يبقى جهاز تحقق ذاتي يعني انا حد من اصحابي بعتلي الكلام ده على الواتساب او على الفيسبوك او على تويتر او على كذا ما صدقوش او اعود اعمل شير او ابعد بقى الاصحابي على الجروبات تانية اللي هو شفتوا دي الحكومة هتعمل 30% رسم 200% على العربيات طب ما قبل ما اعمل كده واول ما اجيلي الخبر تم اتأكد هتقول لي اتأكد ازاي لو انا بتاع نت وجامد او يعني او امداخل على الموقع بتاع وزارة المالية في صفحة رسمية وفي موقع رسمي على البوابة المعلوماتية الانترنت لوزارة المالية والمصلحة الجمارك وقوم فاتح الاخبار الجديدة الرسوم الجديدة الفرق لو فيه فرض ضلائب جديد حبص علي مفيش حاجة اقول لهم يا جماعة انا اتأكدت ومفيش كلام من ده دي شائعة لو انا مريتش في النيت ابقى اتفرج على واحد زي العبدالله بيطلع كل يوم بالليل يقعد يحرق في دمه عشان يقول لحضراتكم الاخبار فيها ايه والجديد فيها ايه والحلو ايه والوحش ايه لو انا طلعت ومقلتش ان حصل حاجة النهاردة يبقى انا اكيد مش بطربخ يعني مش معقول ايبا فيه قرار مهم زي ده ومش حقول لحضراتكم او في نشارات الاخبار او في المواجيز فعندك 500 طريقة تتأكد لكن الاسهل ان انت تاخد الكلام المرسل وتشيره وتنشره وتبطل تصدق وتتعامل به يبقى انت شريك في الجريمة جريمة الترويج للشائعات اشتركوا في القناة